موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في نشرة اخبار الثالثة والنصف من قناة السعودية نبدأها بالعنوين وزير الشؤون الاسلامية يرأس وفد المملكة في المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بمصر موسيقى الاصابات بفيروس كورونا في المملكة تسجل تراجعا ملحوظا لتصل الى 1726 اصابة موسيقى والداخلية تضبط 14470 مخالفا لانظمة الاقامة والعمل وامن الحدود في مناطق المملكة كافة خلال اسبوع بسم الله الرحمن الرحيم رأس وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد الشيخ الدكتور عبداللطيفة للشيخ وفد المملكة في المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة والذي يعقد برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتنظمه وزارة الاوقاف المصرية تحت عنوان عقد المواطنة واثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي وأوضح آل الشيخ في كلمته خلال الجسة الافتتاحية أن المؤتمر يؤكد على ثوابت الدين والتعايش السلمي وقيام الدول والمجتمعات على ركائز ثابتة في وجوب ترسيخ الألفة والاجتماع ونبد الفرقة والاختلاف تحت محاور مهمة في مشروعية الدولة الوطنية وعقد المواطنة والتسامح الديني ومكانة المرأة في الدولة المدنية وعقد المواطنة وأثره في الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي والسلام العالمي وأبان وزير الشؤون الإسلامية أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في ظل الظروف الرهنة التي تهدد عقد المواطنة لمجتمعاتنا العربية والإسلامية وزعزعة الاستقرار وتغوير الهوية الوطنية القائمة على وحدة الانتماء للدين والوطن ويشارك في المؤتمر 15 وزيرا للأوقاف والهيئات والشؤون الإسلامية ووفودا أو ووفود من 75 دولة من أنحاء العالم الإسلامي بالإضافة إلى عدد من العلماء والأدباء والكتاب والمفكرين وبعض قادة الرأي والفكر ورجال السياسة هذا وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد يلتقى بوزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة لدى وصوله إلى القاهرة للمشاركة في أعمال المؤتمر العام الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حيث أكد أن المؤتمر سينتج عنه قرارات جيدة تخدم البشرية وتحقق الأهداف المرجوة من خلال الاتفاق على نشر مبادئ الوسطية والاعتدال والرحمة ومحاربة الغلوي والإرهاب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في مصر الشقيقة نسير في نفس المسار ومتفقين في الرؤى وهذا تنفيذ لتوجهات مولاي خادم الحرمي الشريفين الملك سلمان عبد العزيز وأيضا متابعة سمو سيدي ولي العهد الذين يعملون بجد ويسعون لنشر مبادئ الاعتدال الوسطية ونبد العنف ونشر الرحمة بين البشرية كل التحية والتقدير للمملكة العربية السعودية لخادم الحرمي الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وكل قيادات المملكة وأخص طبعا بالشكر لوزارة الشؤون الدينية والوعز والإرشاد بالمملكة العربية السعودية كما ذكر أخي معالي الشيخ الدكتور حقيقة نحن في مواجهة حقيقية مع جماعات الأرهاب والتطرف وأصحاب المغلطات الدينية لنا هدف سواء في المملكة العربية السعودية أو في مصر صحيح الدين وللحديث أكثر حول المؤتمر يسعدنا ينضم إلينا عبر الهاتف شيخ عواد العنزي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية مرحبا بك دكتور معنا في هذه النشرة أطلعنا أكثر على أبرز المحاور التي يناقشها المؤتمر أحييك وأحيي المشاهدين والمشاهدات هذا المؤتمر حقيقة مؤتمر مهم جدا والعنوين التي يحملها والمضامين لها دلالات قوية لا سيما في ارتباطه بموضوع الحاجة قائمة فيه إلى بيان هذا المعنى خاصة فيما يتعلق بعقد المواطنة والمؤتمر عام وهو الثاني والثلاثين الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية وتم اختيار هذا الموضوع لحساسيته ولكون المملكة العربية السعودية وهذا ما أكد عليه معالي الوزير اليوم تملك تجربة فريدة في جانب المواطنة وتبات ركائزها واجتماع الكلمة في المملكة العربية السعودية على هذا العقد واضح وبين ولذلك أكد معالي الوزير في الكلمة الاكتتاحية على أن تجربة المملكة في مسألة المواطنة تعتبر تجربة متميزة وفريدة إذ تقوم على أسس المواطنة التي أكدتها النصوص الشرعية من خلال وجوب لزوم الجماعة والحرص عليها وحرمة مخالفتها ووجوب عقد البيعة الشرعية ولوازن ذلك من وجوب السمع والطاعن ولي الأمر بالمعروف ورعاية حقوق الناس كلهم فيما يخصه المملكة العربية السعودية أعطت كل الذي حق حقه سواء كان مواطنا أو مقيما فضربت أروع الأمثلة في بيان عقد المواطنة مما نتج عنه الأثر الواضح البين في تحقيق الأمن الذي ليس له مثيل بحمد الله في المملكة العربية السعودية فمشاركة المملكة في هذا المؤتمر هي تقديم التجربة الثرية لبلادنا المملكة العربية السعودية في الحفاظ على عقد المواطنة وبيان مفهومة وأيضا تخليص هذا المفهوم مما ألحق به من جماعات العمل الحزبي السياسي فيما يتعلق بجعل هذا المفهوم عند كثير خاصة من الشباب أنه ربما يكون أمرا غير شرعي وأمرا غير مرحب به من خلال الطرح والأدلة الواضحة تبين للجميع الحمد لله أن مسألة المواطنة مسألة شرعية وأن الإنسان لا يلام في حبه لوطنه والذود عنه بل هو يؤجر على ذلك وتم استعراض الأدلة التي تتعلق بهذا الجانب وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المملكة العربية السعودية أنها أصبحت رائدة عمل إسلامي وأصبحت بحمد الله تقدم النماذج الثرية فيما يتعلق بالمواطنة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز زياده الله وسموه لعهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله نعم شيخ عواد كما ذكرنا في الخبر أنه في ظل الظروف الراهنة التي تهدد عقد المواطنة المجتمعات العربية والإسلامية أيضا زعزعات الاستقرار وتغوير الهوية الوطنية ما هي أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات وكما ذكر تجربة المملكة العربية السعودية رائدة في هذا المجال في تبادل الخبرات من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات لا شك أن الأهمية واضحة وجلية وكبرى بل ربما تكون في مرتبة الضرورة لحاجة الناس وحاجة كثير من الشباب على وجه الخصوص وبعض المجتمعات إلى بيان أن هذه المسائل ليست مسائل كما يلبسها البعض الثانوية أو ربما يقول هذه حاجة مجتمعية لا نحن ننبه على أن هذه المسائل مسائل دينية شرعية تتعلق بأحكام الدين في وجوب الحفاظ على الوطن وحمايته ووجوب السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف ووجوب رعاية حقوق غير المسلمين في هذه البلاد هذا هو دين الإسلام فمثل هذه الاجتماعات تؤكد على هذه المعاني العظيمة التي يجب على حملة الأقلام وحملة الرسالة والذين أتمنهم الله جل وعلا على الدعوة إلى الله أن يبينوها للناس وأن يبينوا الارتباط الوثيق بين هذه الأمور وهذه المصطلعات وبين الجوانب الشرعية حتى يحترم الناس مثل هذه الألفاظ لأن نابولينا بنابتة حاولت أن تجعل الناس بمناء عن أوطانهم وربما جعلت أمور أخرى مقدمة على هذه الأوطان بينما النصوص الشرعية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتؤكد على أن الإنسان حنينه إلى وطنه ودفاعه عنه وقيامه بحقوقه وليس أدل من ذلك وهذا ما ضرب مثلا في المجتمع المدني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعقد وثيقة المدينة واجتمع الناس على اختلاف أديانهم وأعطي كل ذي حق حقهم فنحن في مثل هذه المؤتمرات نعتقد أنه من الضرورة جدا أن تشاع مثل هذه النصوص وأن تذكر وأن يبين للناس الواجب الشرعي تجاهها وهذا ما تسعى وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية إلى تقديمه في مثل هذه المؤتمرات ويضرب المثل بالمملكة العربية السعودية لأنها بحمد الله قائمة على هذا المنهج الواضح البين نعم شيخ عواد بعد انتهاء هذا المؤتمر ما هي أبرز التوصيات التي يمكن أن يخرج بها المؤتمر أو يركز عليها خلال عقد ندواته خلال اليوم وغدا ولا شك أن التوصيات دائما تكون مرتبطة بالعنوان الرئيس فسيكون هناك توصيات تتعلق بتحديد هذا المفهوم مفهوم المواطنة وأيضا مفهوم تطور الدولة المدنية ومشروعية الدولة الوطنية وضوابط هذا العقد وخذلك الحقوق والواجبات كل هذه الأمور سيشملها إن شاء الله التوصيات فيما يتعلق بعقد المواطنة إضافة إلى ما يتعلق بدور المرأة في الدولة الوطنية والحمائة الاجتماعية وسيكون هناك ما يتعلق بالأثر في تحقيق الأمن المجتمعي والسلم العالمي هذه ستكون إن شاء الله أبرز ما سيكون فيه يعني توصيات بحول الله وقوته إذن شيخ عواد العنزي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية شكرا جزيلا لك أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1726 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة وتعافي 2983 حالة فيما وصلت الحالات الحرجة إلى 1020 حالة إضافة إلى تسجيل حالة وفاة رحمهم الله ترجمة نانسي قنقر هذا وتجاوز أجمالي وعدد الجرعات المعطات من لقاح كورونا في المملكة تسعة وخمسين مليون وثلاثمائة وتسعة عشر ألف جرعة حيث بلغ عدد من حصلوا على جرعتين ثلاثة وعشرين مليون وتسعمائة ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى أكثر من خمسة وعشرين مليون وسبعمائة وثمانية واربعين ألف شخص من سكان المملكة تواصل مراكز لقاحات كورونا بحفر الباطن استقبال المستفيدين بواقع أربعة مراكز موزعة بالمحافظة ومن أحد هذه المراكز تنضم إلينا مراسلة أخبار السعودية الزميلة وزيرة رميح مرحبا بك وزيرة معنا في هذه النشرة كيف ترصدين لنا الإقبال على هذا المركز؟ أهلا أحمد مساء الخير نحن متواجدين بمثل ما ذكرت من أحد هذه المراكز الأربعة المتواجدة بمحافظة حفر الباطن مركز جنوب أبو موسى العشعري بالنسبة لسؤالك عن الحركة الحركة بمثل ما رصدناها الآن يعني من بعد صرات العصر وإلى الآن شبه هادئة الحركة كون أن الفترة الصباحية هي تشهد حركة أكثر يعني غالبية من يأتي لأخذ الجرعة يأتي في الفترة الصباحية أما فترات ما بعد العصر فهنا يوجد حركة شبه هادئة طبعا هناك نحو ستة آلاف موعد يوميا عبر تطبيق صحتي على مستوى مراكز المحافظة الموزعة طبعا يوجد هناك مركزين بحفر الباطن هي مخصصة للأطفال ما دون السن الثاني عشر فيما البقية المراكز هي ما فوق الثانية لعمر الثاني عشر طبعا يعني غالبية من يحضر إلى المراكز في الفترة الحالية هم يأتون لأخذ الجرعة التنشيطية فيما عدا الأطفال الذين أكملوا للتوسن الثاني عشر هم يأتون لأخذ الجرعة الأولى طبعا هناك في حفر الباطن ثلاثة مراكز تضمن واحد في القيصومة واثنان في حفر الباطن نعم وزيرة يعني هذا العدد من المراكز هل هي كافية لاستيعاب من يرتاد هذه المراكز سواء لعمل المسحات أو أيضا حتى أخذ اللقاحات نعم بالنسبة لأخذ اللقاحات هي المراكز كافية يعني كون ما رصدنا نحن في الفترة الماضية والفترة حالية هي كافية وزيادة بمثل ما يقولون كون أن في كل مركز نحو هناك ثمان عيادات تستقبل المستفيدين بواقع أو 12 ساعة في اليوم يعني من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة في منتصف الليل هي تستقبل المستفيدين لذلك فهي كافية لاستقبال المستفيدين إذن مراسلت أخبار السعودية الزميلة وزير الرميح شكرا جزيلا لك أهلا بكم من جديد أسفرت الحملات الميدانية المشتركة المتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع عن النتائج التالية أولا بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 14 ألفا وأربعمائة وسبعين مخالفا منهم أكثر من سبعة آلاف مخالفين للنظام الإقامة وقرابة الخمسة آلاف مخالفا لنظام أمن الحدود وأكثر من سبعة آلاف مخالفا لنظام العمل ثانيا بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة مئة وثمانية وستين شخصا واحد وثلاثون بالمئة منهم يمني والجنسية وخمسة وستون بالمئة إثيوبي والجنسية وأربعة بالمئة جنسيات أخرى كما تم ضبط مئة وثمانية وستين شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة ثالثا تم ضبط ثلاثة عشر متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم رابعا بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من تسعة وتسعين ألف وافد مخالف منهم أكثر من ثمانية وثمانين ألف رجل وأكثر من أحد عشر ألف امرأة خامسا تم إحالة أكثر من سبعة وثمانين ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر وإحالة أكثر من ألفين مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم وترحيل ما يقارب السبعة آلاف مخالف وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالف نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة خمسة عشر سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال ومصادرت وسيلة النقل والسكان المستخدم للإيواء إضافة إلى التشهير به أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية للمعلومات طريقة حماية البيانات الشخصية من التسريب عبر بعض التطبيقات الإلكترونية التي تطلب السماحة بمشاركة المعلومات الخاصة وأشارت الهيئة أنه يمكن حماية البيانات الشخصية من خلال تحميل التطبيقات من المتاجر الموثوقة والتأكد من تحديث التطبيقات المستخدمة لآخر نسخة وقراءة شروط الاستخدام والصلاحيات الخاصة بالتطبيقات والمواقع وكذلك التأكد من منح التطبيقات المستخدمة الصلاحية الوصول إلى البيانات اللازمة فقط لإتمام الخدمة قامت وكالة اللغات والترجمة برئاسة شؤون الحرمين بتوظيف التواصل اللغوي في عرض وإيصال وتمكين قاصدي بيت الله الحرام إلى الوصول لكافة الخدمات الحرمين الشريفين على مدار 24 ساعة تحت شعار حسن الوفادة للقاصدين وذلك ضمن مبادرة الإرشاد الإثرائي باللغات وأوضحت الرئاسة أن الخدمة متاحة داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومراكز الاستعلامات مع تقديم الدعم للإدارات ذات الصلة مؤكدة أن المبادرة في مخرجاتها توائم تطلع القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإدارية الشيخ الدكتور خالد اليوسف قرارا بتحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل تدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات وتقدم خدماتها بشكل رقمي عن بعد اعتبارا من منتصف شهر شعبان القادم ويسعى الديوان إلى تنفيذ أهم أهداف خطته لإستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي لأعماله سلط جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو دبي 2020 الضوء على الخطر الذي يواجه النمر العربي أحد الفصائل المهددة بالانقراض وتسلط الضوء على خطط المملكة للمحافظة على الطبيعة خاصة الحيوانات المعرضة للانقراض بوصفها ثروة يجب المحافظة عليها وذلك في إطار احتفال الجناح بيوم النمر العربي الذي يصادف العاشر من فبراير من كل عام ليعكس أهمية الخطوات التي تمضي بها المملكة لترسيخ مبادئ المحافظة على البيئة حيث يعد النمر العربي أحد أنواع القطط البرية التي تستوطن أرض المملكة وتقدر الأعداد الموجودة منه حاليا بنحو 200 نمر فقط وتعد جبال العلاء هي الموطن الأصلي للنمر العربي ليلى عتودي فتاة من محافظة الدربة بمنطقة جازان سجلت قصة نجاح مختلفة بعد أن كانت مستفيدة لدى الضمان الاجتماعي خاض تجربة من خلال قيامها بعمل مشروع لتدريب نساء المنطقة وتمكينهم في سوق العمل نتابع المزيد من قصة نجاح ليلى في سياق التقرير التالي قصص الإلهام والنجاح كثيرة ولكن ما يزيد أي قصة تفرد وتميز هي ما تحمل من إصرار وشغف كقصة ليلة التي كانت في يوم من الأيام تعتمد على إعانة الضمان الاجتماعي الشهرية إلا أن شغفها وإصرارها حولها إلى سيدة رائدة في أوساط مجتمعها أنا مستفيدة من مستفيدات الضمان الاجتماعي تخرجت بكالوريوس كيميا وبعدها أخذت دبلوم حاسب كنت ألاحظ حاجة المنطقة هنا إلى وجود معاهد تدريب وكانت تفتقر نهائيا إلى وجود أي معهد تدريبي كان عندي شغف في هذا المجال طورت نفسي أنه أنا أبغى أفتح معهد تدريب عالي لإحتياج المنطقة وبنات المنطقة وشبابها لهذا الشيء بطريقة ما بدأت كان الدعم الأول والمؤمن في ليلى أسرتها ما كان في أحد مؤمن بالمشروع ولكن كانوا مؤمنين بليلى أنها تستطيع ليلى عتودي تحولت من مستفيدة للضمان الاجتماعي إلى سيدة تملك معهدا للتدريب تمكن من خلاله النساء في مجتمعها عبر تدريبهن وتأهيلهن في مجال الحاسب مجرد ما بدأت في المشروع أصبحت أنا ولله الحمد تحولت من مستفيدة إلى شخص أمكن أبناء وطنية وأبناء محافظتي الحمد لله الآن المعهد عنده موظفين ومدربات متعاونات وكلهم جميعهم حرصت أنهم يكونوا من أبناء المحافظة أنا انتقلت الآن من مرحلة مستفيدة إلى مرحلة ممكنة متى ما توفرت الهمة ودعمت بالعزيمة سنجد النجاح حليفنا كما كان حليف ليلة زاهر المالكي جزان تعتبر رحلات الصيد والنزاة البحرية من أبرز الخيارات التي يقبل عليها زوار منطقة جزان وتحديدا شواطئ الشقيق مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة إذ تعتدل الأجواء في جزان ما يجعلها وجهة الكثير من الباحثين عن الدفء وللحديث أكثر ينضم إلينا من هناك مراسل أخبار السعودية زميل زاهر المالكي مرحبا بك زاهر حدثنا عن شواطئ مدينة تشقيق بمنطقة جزان كوجهة سياحية والتي تعتبر أحد أبرز الشواطئ في المملكة وذلك لتنوعها أيضا اختلاف مناخها وجغرافيتها خاصة هذه الأيام وأيضا عن أبرز النشاطات والفعاليات التي تقام على هذه الشواطئ أهلنا وسهلا زميلي أحمد تحية طيبة لك ولمشاهدي أخبار ظهيرة في كل مكان بالتأكيد أنه أنا تواجد الآن من مرفأ الشقيق هذا المرفأ الذي تم الانتهاء من تطويره مؤخرا وإعادة تاهيله ليستوعب أكثر من 120 قاربا للصيد وأيضا النزهة كذلك تم تاهيله عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة وعن طريق الجمعية الزراعية التعاونية ودعم أيضا الصيادين هنا بقوارب للصيد وتمكنهم من رحلات الصيد هذا المرفأ حقيقة في مثل هذه الأوقات كما ذكرت وأسلفت في الذكر يشهد نشاطا في الرحلات البحرية حيث تعتدل في هذه الأيام الأجواء وربما قد تلاحظ الرياح من خلف الرياح الهادئة جدا التي تجعل من بقية الحرارة دافئة ومنخفضة جدا في أوقات تشهد انخفاضا شديدا وبل كبيرا في بقية مناطق المملكة ولكن هنا في جازان وبالتحديد في مركز الشقيق درجات الحرارة دافئة جدا ومتوسطة حقيقة تعتبر الشقيق ملاذا كبيرا للباحثين عن الدفء سواء من المحافظات الجبلية بمنطقة جازان أو المناطق الجبلية في منطقة عسير مثلا أو نجران أو حتى الباحة في عطل نهاية الأسبوع والعطل المطولة يزورون هذه المنطقة ويزورون الشقيق للاستمتاع أيضا بشواطئها المميزة أيضا بالشواطئ والكثبان الرملية المتنوعة والبكر التي تمنح الشقيق حقيقة ميزة سياحية مميزة الشقيق مركز يتبع لمحافظة الدرب شمال منطقة جازان ويعتبر هو البوابة السياحية الشمالية للمنطقة كما ذكرت أن الشقيق أيضا بالإضافة إلى هذا المرفع الذي يقصده الباحثين عن الرحلات البحرية وأيضا رحلات الصيد هناك أيضا منتزهات مهيئة وأيضا هناك شواطئ رملية رائعة جدا ينتشر عليها الناس وأيضا يزورها ويقصدها الناس للبحث عن الدفع الشقيق تشهد حقيقة إقبالا كبيرا خصوصا في إجازة نهاية الأسبوع وأيضا في الإجازات المطولة هناك كثير من البرامج التي تنفذها حقيق مثلا بلدية الشقيق عبر طرح أكثر من ما يقارب 38 فرصة استثمارية لدعم مؤقتة لدعم أيضا الحركة الاستثمارية في الشقيق وتقديم الخدمات الأفضل جودة والأكثر حقيقة تجويدا للسائح والزائر لمركز الشقيق الدرب أيضا وهي المحافظة التي يتبع لها مركز الشقيق تقيم في الشتاء في هذه الأوقات مهرجانا كبيرا يسمى بفعاليات شتاء الدرب ما يقارب الـ 240 فعالية تستمر وتتوزع على كثير من المناطق هذه الصورة من هنا زميلي أحمد وقبل أن أختم زميلي أحمد نتحدث عن أسعار الرحلات البحرية ربما التي أنا سأستقل أحدها بعد قليل الرحلة من 150 إلى 250 ريال ساعة واحدة تزور شواطئ أيضا الشقيق وأيضا الجزر المحيطة بأشقيق وأيضا تستمتع بصيد بعض الأسماك وأيضا لتعود في المساوة تشويها شواء رائعا ومميزا وتستمتع بأجمل وألذ الأكلات البحرية نعم زاهر لو نتحدث يعني ذكرت أن هناك فعاليات كثيرة وأيضا هناك مناطق وجزر حول الشقيق يقصدها زوار كيف هو الإقبال خلال هذه الأيام خصوصا من المناطق الجبلية كما ذكرت في جيزان وأيضا منطقة عسير نظر لقرب مركز الشقيق منطقة عسير كيف هو الإقبال على المرافق السياحية في مركز الشقيق وأيضا هل الأسعار سواء في الوحدات السكنية أو حتى الفعاليات المقامة هل هي مناسبة لهؤلاء الزوار زميلي أحمد مركز الشقيق وأيضا محافظة الدرب بشكل كامل أو عام تشهد في هذه الأيام إقبالا كبيرا جدا هذا الإقبال نتج عنه حقيقة يعني إشغال في الوحدات الفندقية وصل إلى في عطلة الشتاء الأخيرة وصل إلى مئة في المئة أيضا الشاليهات وأسعار الشاليهات الفندقية وأيضا الشاليهات الخاصة ارتفعت بما يقارب المئة وخمسين لارتفاع الطلب عليها وتبذل حقيقة الجهات هنا في محافظة الدرب وفي مركز الشقيق تحديدا جهودا كبيرة جدا في تنفيذ الجولات الرقابية للإشراف على الأسعار وأيضا كما ذكرت أنه بلدية الشقيق وأيضا بلدية الدرب طرحت الكثير من الفرص الاستثمارية وبل نفذت الكثير من الفرص الاستثمارية من أجل أنه تهيئت بعض المواقع سياحية لاستقبال الزوار وأيضا لاستقبال الزوار وتهيئتها أمام الزوار والسياح كمثلا مقاهي على الكثبان الرملية كفهات في المنتزهات وأيضا أماكنا للراحة والنزهة نعم زاهر لو تطلعنا على أبرز المواقع السياحية في مركز الشقيق سواء الشواطئ أو الجزر القريبة إذا لديك معلومة عن أسماء الجزر جميل زميلي أحمد المنتزه الشقيق هناك المنتزه الشمالي في الشقيق أيضا هناك أيضا منتزه الشقيق العام أيضا هناك أيضا الحديقة العامة في الدرب كل هذه المنتزهات تشهد إقبالا كبيرا ومهيئة بشكل كبير أمير المنطقة وسمو أمير المنطقة وسمو نائب يتابعون بشكل كبير قبل إجازة الشتاء تهيئة هذه المواقع أمانة المنطقة وأيضا مركز الشقيق وأيضا محافظة الدرب يبذلون جهودا كبيرة في تهيئة هذه الأماكن العامة الجزر تعرف بجزر الشقيق القريبة من الشقيق والبكر أيضا الشواطئ المميزة والشاطئ الذي هو بجانب مرفأ الشقيق هذا الشاطئ البكر الرملي الرائع والجميل والذي حقيقة يحرص حتى أهل الشقيق أن يخرجوا إليه في يوم الخامس عشر وأيضا الرابع عشر والثالث عشر في الليالي القمرية للاستمتاع بأجوال قمرية وأيضا الليلية الدافئة خصوصا في ليالي الشتاء نعم دا مراسل أخبار السعودية زميل زاهر المالكي من مركز الشقيق بمحافظة الدرب شكرا جزيلا لك دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر عموم المنشآت المخالفة للمسارعة للتقدم إلكترونيا بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية لمخالف نظام مكافحة التستر قبل انتهائها الأربع القادم الموافق للسادس عشر من فبراير من عام الفين واثنين وعشرين ستة أيام على انتهاء الفترة التصحيحية لمخالف نظام مكافحة التستر التجاري برنامج مكافحة التستر دعا من لم يصحح بالمبادرة لتصحيح قبل السادس عشر من فبراير الجاري نظام مكافحة التستر جاء لي حد من الاقتصاد الخفي الذي يؤثر في تركيبة وأدوات الاقتصاد وما يترتب عليه من أثار اقتصادية واجتماعية سلبية وكانت المملكة قد أعلنت تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالف نظام مكافحة التستر التجاري لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من الثالث والعشرين من أغسط الماضي وتستمر حتى السادس عشر من فبراير الجاري وتستمر دعوات البرنامج الوطني لمكافحة التستر للراغبين في تصحيح أوضاعهم إلى استثمار هذه الفرصة بتقدم إلى الوزارة وطلب تصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية نظاميا أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قروض البابون الذي يهدف لتقييم الأضرار النتيجة عن تزايد أعدادها في المواقع السكنية والزراعية وإيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الأضرار نتابع المزيد في التقرير التالي لحياة فطرية مستدامة يعني المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتوعية البيئية لتعزيز التوزن البيئي وإثراء التنوع الأحيائي من خلال البرامج والمبادرات التي يطلقها ومنها برنامج لتقييم أضرار تزايد أعداد قروض البابون وذلك لإيجاد حلول تحد من أعدادها وآثارها أصبحت البيئة مهيئة أيضا الزوار والسواح أنا أهيب بجميع من يزور الهدى نتمنى من الله عز وجل أن لا يقوم بأنه يجيب طعام ويجيب الفواكه ويوزعوها على باله أنه بيعمل عمل خير في هذه الحيوانات ولكن هذه أذية زاد في انتشار القرود وزاد وهي في الجبال طبعا الجوع أكثر من مشكلة شعار انطلقت به مسيرة البرنامج الذي يجعل المسئولية في إنجاح أهدافه مسئولية تعاونية من قبل الجميع في الوقت الذي باتت تشكل فيه خطرا على السلامة المرورية والمناطق السكنية والزراعية وغيرها القرود من أول كانت جينا بقلة يعني في مناطق محددة لها الآن لنا كم سنة تقريبا عشر سنوات أو حدود في هذا الحدود انتشرت انتجار فضيع القرود صار أداها كثير صار مشاكلها كثير خاصة على المزارع على الأشجار على أيام الورد موسمة الورد نقول نحارص فيها نسوي حراسات لها وقت المشمش خليها تعبث عبث لا يصف برنامج يضع من هذه القرود في بيئتها المناسبة والحفاظ عليها كمكون طبيعي وفطري بعيدا عن ما خلفته وتخلفه من أضرار لا حصر لها على السلامة العامة محمد الثقفي الطائف نشرة أخبار الثالثة والنصف مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد في الشان العربي والعالمي أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدي تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع في صنعاء وأعلنت تحالف عن العملية استجابة للتهديد ومطالبا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستدفة وكان التحالف قد أعلن أمس عن تنفيذ ست عشرة عملية استهداف ضد الميليشي الحوثية المدعومة من إيران في حجة وصعدة خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية وأكد التحالف عن تدمير ثلاث عشرة آلية عسكرية مشيرا إلى أن الاستهدافات تسببت في خسائر بشرية بصفوف الميليشي الحوثية كما أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ خمس وعشرين عملية استهداف ضد ميليشي الحوثي الإرهابية في حجة ومأرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأوضح التحالف أن الاستهدافات دمرت سبع عشرة آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشي الإرهابية وفي أخبارنا الرياضية يلتقل الآن فريق الهلال بنظيره الأهل المصري على ملعب ألنهيان في أبوظبي وذلك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية وتشير نتيجة حتى الآن إلى تقدم الأهل المصري بهدفين دون مقابل وكان الهلال قد تغلب في الدور ربع نهائي على الجزيرة الأماراتي بستة أداف مقابل هدف قبل أن يخسر في نصف نهائي أمام تشيلس الإنجليزي بهدف دون رد وفي المقابل فاز الأهل المصري على مونتيني المكسيكي بهدف وحيد ثم خسر في نصف نهائي أمام بالمراس بهدفين دون مقابل وفي ختام الجولة العشرين من منافسات دوري كاس الأمير محمد بن سلمان المحترفين يلتقي فريق الطائب نظيره الباطن على ملعب الأمير عبد العزيز بن سعود فيما يستضيف الرائد نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بوريدة توقع المركز الوطني للأرصاد عن انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم والحدود الشمالية والشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ممطرة قد تكون رعدية على شرق المملكة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة وكذلك على مناطق شمال المملكة وللحديث أكثر حول حالة التقص المتوقعة خلال الأيام القادمة ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني مرحبا بك أستاذ حسين معنا في نشرة الثالثة والنصف نوح المركز الوطني للأرصاد بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة حدثنا أكثر حول ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم من الطبيعي أن تكون درجات الحرارة مخفضة نحن في فطل الشتاء معظم مناطق المملكة تمر بانخفاض واضح في درجات الحرارة خاصة مع تقلبات الجوية التي أشار لها المركز الوطني للأرصاد والتي بدأت معنا من يوم الأربعاء وتنتهي اليوم إن شاء الله هناك تذبدو في درجات الحرارة أيضا ظواهر جوية مختلفة بدءا من أطول أمطار إلى ارتفاع الموج إلى تفاوض في درجات الحرارة إلى نشاط في الرياح السطحية التي تشدها كثير من مناطق المملكة نتوقع استمرار تأثر مناطق المملكة بموجات قادمة أو تقلبات متوقعة على مناطق المملكة خاصة عندما نشير إلى أننا في فطل الشتاء درجات الحرارة منخفضة في المناطق الشمالية والوسطى وأيضا الشرطية والمناطق الجنوبية الداخلية اعتدال نسبي على السواهل بشكل عام نحن ما زلنا في منتصف فطل الشتاء وما زال متوقع أن تتأثر مناطق المملكة بموجات قادمة تساهم بانخفاض درجات الحرارة وأيضا ما زال هناك فرصة لهطول الأمطار وأيضا التساقطة في الوجه الشمال نعم ما هي توقعاتكم حول الحالة المطرية في المملكة خلال الأيام القادمة؟ نعم حقيقة تقرير المركز الوضعي للعرض هذا أشار إلى أن هناك فرصة لهطول الأمطار بمشيئة الله على أجزاء من مناطق المملكة خاصة المناطق الشمالية منها والقصيم هذه الحالة تعتبر إن شاء الله بمشيئة الله يعني منتهية معنا مساء هذه الليلة نتوقع أن المركز الوطن الأرصاد مدى يشير إلى الحالة المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة بمشيئة الله نعم إذن المتحدة الرسمية للمركز الوطني الأرصاد الأستاذ حسين القحطاني شكرا جزيلا لك نشرتنا انتهت وبقي نذكركم بأبرز عنوينها وزير الشؤون الإسلامية يرأس وفد المملكة في المؤتمر الدولي 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر الإصابات بفيروس كورونا في المملكة تسجل تراجعا ملحوظا لتصل إلى 1726 إصابة والداخلية تضبط 14470 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع شكرا لكم شاني الكرام على طيب المتابعة وادمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة